السلام عليكم كيف حالكم كل شي باخر تمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم هنقدم لكم باكت او كومير معمر بحشوة لديدة وسريعة تحضير نخليكم مع المكونات اللي هنحتاجوا هنحتاجوا 250 غرام نقانق او اي نوع من اللحم توفره عندكم بصلة مقطعة لشرائح رقيقة اربع حبات بايد واجوب صندويج وثلاث معالق كبار حليب وعندي باقيب من الاحسن تخدموا بديل البانينين لينون وابيض باش ما يتحرقش ليكم كما انا تحمر لي بساف ندوزوا لطريقة التحضير بسم الله على بركة الله كاب ناخدونا قانق نقليوهم في واحدة ملعقة او جوج ديال الزيت لان مهم يخرجوا شوية الزيت فما نكتروهاش بعد ما كيتحمرو كنزولوهم وهاديك الزيت اللي تلقوا لينا نقليو فيها الباصل وحنا نقلبوها مره 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 واش ما يتحرقش لينا واش ما تتحرقش لينا مني قد تقلب هات الشكل نزولوها ثم نطربو البيض مع قليل من الملح والفوك والاسود والحليب وناخدو الباقيب نزولو للواسط بهات الشكل ونخويوه من البابا نبدو ونعمروهم حسنا نكملو الباقيب اللي يحبها ًا الباقيب وفي الاخير بعد ما نخويه البيض نرشو عليهم زعتر او اعشاب مناسيما مفضلة عندكم وندخلوهم من فرم حتى يطيب هذا البيض ويتحمرو ونخرجوهم بصحة وراحة نتمنى تكون عجباتكم الحلقة دي اليوم لا تنسوا تضغطوا ولا لايك الى اعجبكم الفيديو وخلوا لي تعليقاتكم فرحوني الله يفرحكم وشكرا لكم الى اللقاء امان الله امان الله امان الله امان الله امان الله امان الله